ما موقع مجلس النواب من اتفاق الرياض؟ لماذا تجاهل الاتفاق دور المجلس والسيناف عن عقاده من العاصمة المؤقتة عدن؟ وهل للسعودية علاقة بتهميش دور المؤسسة التشريعية في البلاد؟ أهلا بكم نقل تنباون غير مؤكد أنه عند وضع اللمسات الأخيرة لمسودة اتفاق الرياض تم حذف فقرة تنص على السيناف جلسات البرلمان في عدن لكن ما هو مؤكد خلو الاتفاق من أي بند يشير إلى دور المجلس مجلس النواب في المرحلة المقبلة أو التأكيد على أهمية عقاده في العاصمة المؤقتة عدن بعيد الجلسات التي عقدت في سيئون قبل رمضان قالت هيئة رئاسة البرلمان إن المجلس سيأخذ إجازته الاعتيادية خلال رمضان وعيد الفطر وسيسانف جلساته بعد ذلك لكن تلك الإجازة امتدت إلى اليوم ولم يعقد المجلس لأشهر طويلة وبات المجلس أثرا بعد عين سوى من جولات مكوكية لرئيس هيئته سلطان البركاني ما بين أبوظبي والرياض إذن من يقف وراء تعطيل المؤسسة التشريعية في البلاد وما علاقة الرئيس هادي والدولة قائدة التحالف المملكة العربية السعودية أعني بهذا الوضع المختل بعد غياب قسري دام أربع سنوات وفي ظل هذه المرحلة الفارقة في تاريخ شعبنا العظيم فقد ألتام مجلس النواب بمدينة السيئون التاريخ والحضارة في 13 إبريل 2019 في منتصف أبريل الماضي عقد مجلس النواب جلستين انتخب في واحدة منهما هيئة رئاسة جديدة وأنهى جلسته الثانية على أمل العودة لدورة عقاد بعد إجازة عيد رمضان لكن البرلمان الأطول عمرا في تاريخ اليمن أضاف لنفسه لقبا جديدا ليغدو البرلمان الأطول غيابا ربما على مستوى عالمي تمكن البرلمان من عقد جلستين يتيمتين في سيئون وبعد أيام من رفع جلساته تعرضت القاعة التي انعقدت فيها الجلسات لحريق لا تزال أسبابه غامضة حتى اليوم وعلى الرغم من زيارة رئيس البرلمان الجديد سلطان البركاني إلى أبو ظبي في النصف الأول من يوليو الماضي وهي الزيارة التي قال مراقبون إن غرضها الأساسي هو محاولة إقناع حكام الإمارات بالسماح لمجلس النواب بالانعقاد مرة أخرى في عدن أو سيئون إلا أن هذا الحلم بدى بعيد المنال فلم يتمكن البرلمان من عقد جلسة أخرى حتى اليوم وعلى الرغم من خطورة الأحداث وتلاحقها إلا أن البرلمان ظل خارج نطاق الفاعلية طوال المدة الماضية إلى أن ظهر رئيسه وبعض أعضائه ضمن مباركي اتفاق الرياض الاتفاق الذي قفز على المجلس ولم يشر إلى ضرورة منحه الثقة للحكومة التي سيتم تشكيلها وتؤدي يمينها الدستورية في عدم يقول البعض إن تجاوز الاتفاق الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي للبرلمان أمر طبيعي نتيجة للدور الديكوري للمجلس ولأن المجلس يعبر أيضا عن حالة اختلال القوة التي ورثتها سلطة الرئيس هادي من عهد الرئيس المخلوع والتي لم تعد قادرة على التواؤم مع الوقائع الجديدة ليبقى مجلس النواب كشاهد زور وهي الوضعية التي يبدو أن ممثلي الشعب لا يجدون غيرها أجدد ترحيبكم مشاهدين الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني كما أرحب بمن ينضم لي هنا في الستوديو فيها عضو مجلس النواب الأستاذ شوقي القاضي أهلا بكم أستاذ شوقي هياكم الله أهلا وسهلا إذن في البداية أستاذ شوقي ما هو موقف مجلس النواب من اتفاق رياض على الأقل ما هو موقفك كعضو في مجلس النواب من اتفاق رياض شكرا لك أخي وشكرا لسيدات أستاذ المشاهدين أهلا بسرحة موقفي موقف الحريص على أن يستقر بلده وأن تخرج المكونات السياسية باتفاقات تعيد لحمة الشرعية لمواقهة الانقلاب بغض النظر عن من هي هذه المكونات لأن هناك من لا يريد مطلقا أي حوار مع المجلس الانتقالي المجلس الانتقالي صار واقعا على الأرض شئنا أم أبينا أحببناه كرهناه اتفقنا معه واختلفنا معه لكنه أصبح واقعا على الأرض نشأ كأي قوة أتيحت له الفرصة في أن يكبر وأن يدعم بغض النظر عن إدانتنا لمن يجزئ الشرعية إلى مكونات متنافرة نحن نتحدث عن أمر واقع مثل ما نشأ الحوثيون أو نشئ الحوثيون ودعموا نشئ المجلس الانتقالي ودعم في حين غفلة من الشرعية غفلة ساذقة غفلة بليدة غفلة لا مسؤولة يعني تتحمل وزرها الشرعية رئيس الشرعية رئاسة الشرعية الرئيس نائبه رئيس الحكومة البرلمان المؤسسات كلها مؤسسات الشرعية تتحمل مسؤولية نشوء أي قوة تنافر الشرعية وتتمدد على حساب الشرعية أنا الآن وقد قلتها أكثر من مرة ننتظر الآن طارق محمد عبد الله صالح ينشأ أيضا نفس الكلام ويقوى وإلى غير ذلك وكم حذرنا من ذلك لا نريد أي قوة لا في تعز ولا في مأرب ولا في الساحل ولا في عدن ولا في أي مكان لا نريد مطلقا أي قوة تتمدد لتنافر الشرعية وعلى حساب الشرعية وكمضادة للشرعية ماذا نعمل لمؤسسة الشرعية وماذا نعمل أيضا للتحالف أنا لا ألم التحالف التحالف له أجنداته ليس من بينها مطلقا استعادة الشرعية وبناء الدولة هذه آخر ما يمكن أن نصدقها في أجندة التحالف لأنها لو كانت في أجندة التحالف لو كان هذان الهدفان إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وبناءها لو كان هذان الهدفان لحقق مبكرا يوم أن انهارت مليشيا الحوثي في الأيام الأولى انهارت مليشيا الحوثي واحتشد واصطف الشعب اليمني كله اصطفت المقاومة وعاد الجيش واصطفت القوى وتحركت حتى قوى في داخل صنعاء ومن بينها قادة قتلوا في صالة العزاء من بينهم قادة كانوا من ضمن المخطط أن يفجرها على الانقلابين وعلى مليشيا الانقلابين من داخل صنعاء لكن للأسف قصفوا وقتلوا إذن دعك جانبا من موضوع ما هي أجندة التحالف سواء كان بسؤنية سواء كان مرتبك هذا نقاش آخر أنا يهمني الآن أين مؤسسة الشرعية رئيس هادي ونائبه محسن وكافة مؤسسات الشرعية ومن بينها البرلمان مدانون جميعا في أن ينشأ تنشأ أي مليشيا تنازع الشرعية وتتحول إلى مشكلة بدلا من أن تصطف لإنهاء الانقلاب لدينا هدف واضح كالشمس لا أحد يستطيع أن يلبده بأي نوع من الغيوم إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة كل ما لا ينهي الانقلاب ما لا يعمل ضد الانقلاب ويستعيد الدولة اليمنية فهو يتحول إلى مشكلة لكن عندما تحدثت أستاذ شوقي على أن أنشأ هذا المجلس الانتقالي كما أنشأ الحوثيون هذا يفترض بشكل غير مباشر أن يتم التعامل مع هذه الكينات بشكل متساون متساون مع من؟ من قبل الشرعية على الأقل ضد هذه الكينات لا تستطيع دعونا هذا يفترض يعني طريقة دحكة مما يفترض وما هو مفروض يعني ما ينبغي وما قد انبغى كما قال صاحب بمار يعني قد انبغى قد انبغى أن الشرعية لا تستطيع أن تواجه كل المكونات التي تتمدد كالأخطبط هنا وهناك لا تستطيع الشرعية محدودة القدرات خاصة إذا خذلها التحالف الشرعية إذا خذلها التحالف وأنا أقولها بوضوح الشرعية إذا خذلت نفسها أو خذلها التحالف لا تستطيع أن تفعل شيء وبالتالي أنشئ المجلس الانتقالي بنظر التحالف أنشئ بدعم لا محدود من الإمارات قالوها بصريحة العبارة قالوا أنهم جندوا أكثر من ما يقارب مئة ألف مجند خارج مؤسسات الدفاع والأمن دعونا الآن من ذاك الكلام الآن أقول لك هذه صارت عبارة عن قضية حقيقة واقعة بس ركز مع نقطة مهمة لا زال الإخوة في المجلس الانتقالي يعلنون بغض النظر عن بعض الإشكالات لكنهم يعلنون أنهم يتبعون مؤسسة الشرعية ومنسجمون مع أهدافها ومستعدون لمواصلة هنا مواصلة نضع تحتأخط لأنهم أيضا ثبت أنهم قاتلوا الحوثيين بغض النظر عن بعض اللبس ينبغي أن لا تأخذنا المكاهدات السياسية بعيدا هؤلاء أناس قوة يعني صمدت في الميدان ضد مليشيا الحوثي ولا زالت بعض مكوناتها هنا أو هناك فإذا أحسنت الشرعية يعني دورها وقامت بواجباتها كثير من هذه المؤسسات لن تخذل اليمن ولن تخذل الجنوب ولن تخذل أحد مطلقا خاصة إذا احتويت بطريقة كما قاء في الاتفاق هل يحتوي يعني اتفاق الرياض بهذه النصوص هل يحتوي المجلس الانتقالي بهذا الشكل أم يعطي الإتاحة لأي كيانة أخرى والتي منها من حذرت منه المجال والتفكير لأن تأخذ نهجه في سياق تحقيق أهداف إذا ضمن اتفاق الرياض انسحاب الإمارات ظاهراً وباطناً وتحولت هذه المكونات كما هو في الاتفاق تبع عزارة اتفاع الداخلية واستلمت منها مرتباتها وأصبحت في أطرها المؤسسية والإدارية والهيكلية فإن انتماءها لأجندات أخرى سيخف كثيراً ما كل الناس سيئين لكن إذا بقيت حنفية الإمارات هي التي تصب بينما الشرعية معطلة مرتباتها عن جنودها وعن جرحاها وعن 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 فالإنسان يدين لمن يعطيه يعني بالمنطق لكن إذا ضمن اتفاق الرياض هل يضمنطي؟ أداء الشرعية سيكون هو الضامن إذا اجتهدت الشرعية هناك من لا يؤمل في الشرعية لكن دعونا نؤمل في الشرعية لأنها إذا لم تقم الآن بدورها فأعتقد أنها الجولة الأخيرة هناك جولات هزمت فيها الشرعية هناك جولات خذلت فيها الشرعية هناك جولات خذلت فيها الشرعية منتسبيها الأبطال الذين صمدوا في عدن وفي المحافظات الجنوبية صمدوا في المهرة صمدوا في شبوى صدمدوا في أبيان خذلتهم الشرعية رئاسة الشرعية نعتبرها جولات في هذه الجولة الأخيرة إذا استمر هذا الخذلان من رئاسة الشرعية وإذا استمر هذا الخذلان من مكونات الشرعية لهذه المكونات على الأرض فيبدو أنها جولة أخيرة قد لا تفيق بعدها الشرعية طيب في سيق حديثك سيد القاضي يعني أن تقول أن نضع التحالف يعني نغض الطرف عن مسألة التحالف أو على الأقل نتعامل مع الشرعية في سياق اتفاق الرياض هناك أكثر من نقطة وأنا حدثتها هنا بالخط الأحمر ولا يعني من كثرها قد تتجاوز صابع اليد أنا أقصد تحت إشراف مباشر من قيادة التحالف دعم الشرعية في اليمن مسألة وضع الخطط خروج هذه الأسلحة لا تتم إلا تحت إشراف مباشر من التحالف أيضا فيما يتعلق بالتشكيلات العسكرية في عدن وشبوى إلى آخره مسألة تحت إشراف التحالف المنصوص بهذه كثرة في الاتفاق هل تتوافق مع المطالب الشعبية اليمنية إن صح التعبير؟ يا أخي الكريم أن يكون في إطار تحت إطار التحالف وتحت إطار طبيعي لماذا طبيعي؟ واقعيا طبيعي الثقة منهارة بين هذه المكونات بين المجلس الانتقالي ومكونات الشرعية والوزارات فلابد من طرف ثالث يعني ما 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 ليس هناك مشكلة لكن السؤال هل ستصمد الشرعية مع نفسها؟ تفسيرات اتفاق الرياض له تفسيرات يستطيع كل يستطيع أن يفسره كما شاء إذا كان حتى القرآن الكريم يستطيع كل أن يفسره كما شاء من أراد أن يفسر القرآن الكريم بمنطق التطرف سيجد ومن أراد بمنطق التسامح سيجد نفس الكلام اتفاقية الرياض هذه البنود التي صيغت صيغت على أن هناك طرف ثالث هو الموثوق به لتقريب وجهات النظر والإشراف على الإقراءات يعني ليست هناك إشكالية في ذلك طبيعي بغض النظر في إشكالية ما في إشكالية لكنه واقعا أمر طبيعي الثقة بين المكونين منزوعة ما الحل؟ لابد من طرف ثالث على سبيل المثال الآن لو في اتفاق مع الحوثيين لو أن الحوثيين الآن على سبيل المثال يعني راجعوا أنفسهم وأرادوا أن يعني يحلحلوا المسألة اليمنية والمشكلة اليمنية بعد أن فشل التحالف في أن يفي بوعوده في إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة لابد من أطرف ثالثة طبيعي عندما لا تنتصر عندما لا ينتصر طرف على طرف لابد من طرف ثالث في حالة واحدة فقط أن ينتصر طرف هو الذي سيملي شروطه وهو الذي سينفذ ما يريد لكن في حالة التساوي في حالة الانهزام الطرفين في حالة انتصار الطرفين في حالة الانتصار لا انتصار لابد من طرف ثالث دعنا نشرك معنا في الحوار رسد القاضي السيد عبد المناصر مودع المحلل السريسي الذي ينضم لنا عبد الهاتف من عمان أرحب بك سيد المودع فيما يتعلق باتفاق الرياض يكاد يخذوا هذا الاتفاق من ذكر مجلس النواب إلا في بند واحد وليس من ضمنه منح الثقة للحكومة الجديدة المتفق فيها إلى أي مدى ترى أن هذا الاتفاق أعطى مجلس النواب دوره المفترض؟ مساء الخير وتحية لأخ شوقي يعني اتفاق الرياض هو لم يعطي حتى للحكومة للدولة اليمنية ما يفترض أن يكون لها من دوره مجلس النواب هو لم يشر له البيان الاتفاق ومن ناحية النظرية السورية حكومة معين عبد الملك وقبلها حكومة بن دغر هي حكومة غير شرعية غير دستورية لأنها تمت بخلاف الدستور تم من خلال التعيين وهذه مخالفة دستورية قم بها هذه لأنه وفق النظام السياسي والدستور اليمني هو يكلف رئيس الوزراء لكنه لم يكلف بن دغر ولم يكلف معين هو تم تعيينهم والحكومات لم تحصل على اتقام مجلس النواب وبالتالي من الناحية الدستورية الحكومتان حكومة بن دغر وحكومة معين هي حكومات غير شرعية نفس الشيحة ينطبق على أي حكومة جديدة لا يتم بالإجراءات الدستورية الطبيعية الذي هو التكليف ومن ثم تعلن الحكومة ومن ثم الذهاب إلى مجلس النواب للحصول على الثقة أو إذا ما حصلتش على الثقة تعتبر الحكومة في حكمة منحلة دستوريا هذا أمور نظرية لكن نقول على الوضع الواقعي الاتفاق هو وثيقة صاغتها السعودية إلى حد مر الإمارات وتم فرضها على اليمنين وبالتالي ليس لها أي قيمة قانونية أو سياسية التي سياك الوضع الغير طبيعي في اليمن بمعنى أنها الوثيقة هذه هو اتفاق الرياض بيتعامل مع قضية الصراع الذي حصل في عدن لحل هذا الصراع لكن على المستوى العام لا أعتقد أن هذه هي خطوة في اتجاه استعادة الدولة لأن استعادة الدولة الذي نعرفه أنه لن يتم إلا من خلال هزيمة أو هزيمة خلال هذه الجولة من الصراع التي لها ما يقرب إلى خمس سنوات أصبحت أصبحت في حكم متهية وبالتالي الحوثيين أو واجهة الحوثيين يحتاج إلى مسيحة الآلة السعودية تتغرد في مناطق الجنوب بعد هذه الاتفاق ستدخل في تفاصيل الصراع الجنوبي الجنوبي الصراع الجهوي الصراع السياسي ستدخل في مسؤوليات توفير الخدمات وغيرها لأنه كما نعرف الوضع في عدن سيكون حالة من المستوى لا هي حكومة شرعية ولا دولة مصايا فعلية ولا هي أيضا حكومة الوضعية تفضل بالبقاء معي سيد المودع أعود إليك أستاذ القاضي سأصيغ السؤال بهذه الجملة إلى أي مدى أنصف اتفاق الرياض البرلمان من حيث تمكينه من إعادة دورة وخاصة وأن هناك كانت وعود أو أحاديث كثيرة عن إعادة إنعقادة آمال كثيرة أن البرلمان يجب أن ينعقد في عدد أخي الكريم في نصوص اتفاق الرياض بند من البنود ينص على ممارسة مؤسسات الدولة لأدوارها صحيح تفعيل دول كافة سلطات ومؤسسات الدولة اليمنية وبالتالي لا يحتاج البرلمان إلى نص لا يحتاج مطلقا البرلمان حقيقة من حقائق مثل ما الجمهورية الجمهورية حقيقة من حقائق اليمن لا يستطيع أحد مطلقا أن يغفلها باتفاق بأنها ستبقى جمهورية نفس الكلام هي دستورية وهي برلمانية وبالتالي هناك برلمان من وجهة نظري لا يحتاج إلى نص مطلقا لكن هناك كثير من يحتاج إلى أن يتحمل النواب مسؤولياتهم وتتحمل الأحزاب السياسية خاصة المؤتمر الشعبي العام والإصلاح الحزبان اللذاني يعني لهما أكبر مقاعد البرلمان إذا تحمل هذان الحزبان وكتلتاهما وبقية الكتل مسؤوليتهما يعني مسؤولية الوطنية في هذا الظرف والله لن يستطيع أحد مطلقا لن يستطيع أحد أن يغيب مجلس النواب مجلس النواب يا أخي الكريم بمقرد ما حذر البرلمان الدولي الشرعية ومؤسساتها في أنه إذا لم ينعقد سيضطروا أو سيضطر البرلمان الدولي باعتراف ببرلمان صنعه سارعت الشرعية وسارعت تحالف والسدعية النواب مرتين المرة الأولى كان في أغسطس 2017 إلى جدة ثم المرة الثانية التي كانت في إبريل 2019 ونعقد البرلمان في سيئون لماذا؟ لأن المجتمع الدولي يعتبر البرلمان ركن رئيس في هوية اليمن وبالتالي لا يستطيع أحدا يغيبه لكن مسألة استدعاؤه بهذا الشكل الذي طرحته مرة إلى الرياض ومرة أخرى إلى إبريل يعني تعطله أو دخوله في إجازة وإن كان إلى الآن يوحي بأنه بات ورقة ليس أكثر بالضبط هو الذي رضي النفسي هكذا أنا لا أحمل أحد بصراحة يوما ما ربما كنا نقول التحالف وكنا أنا أحمل الحزبين المؤتمر الشعبي العام بمنسبة 75% والإصلاح 25% بناء على عدد النواب يتحمل في هذا الظرف إذا غاب دور البرلمان وإذا يعني غابت هوية اليمن في موضوع البرلمان ومكونه كمؤسسة فالمؤتمر الشعبي العام والإصلاح يتحملان المسؤولية ويتحمل الرئيس هادي ذا لكن لو أن البرلمان الآن تنادى لأن يجتمع في أي مكان لو أن أعضاء البرلمان لو أن أعضاء البرلمان تنادوا لأن يجتمعوا في أي مكان واستعانوا بأي دولة بأي منظمة دولية ما أحد يستطيع أن يرفضهم مطلقا للأسف نحن مخذولون نحن كنواب للأسف نحن كنواب خذلنا أنفسنا وخذلنا مواطنين وخذلنا اليمن للأسف أصبح يعني هناك من يريد يعني ماذا أقول يا أخي لو أريد أن أخرج كلمات يعني جارحة لنا نحن النواب تتعاطى معنا بعض الدول كربما يعني تعرف أن الإمارات تحاول أن تكذب بعض النواب وهذه الدولة تكذب بعض النواب وهذه الدولة تريد أن تكذب بعض النواب يعني مع الاحترام الشديد النواب يتحملون مسؤوليتهم الحزبان الرئيسان يتحملان مسؤولية غياب البرلمان لا يستطيع أحد والله لا يستطيع الرئيس هادي ولا يستطيع التحالف ولا تستطيع السعودية ولا الإمارات ولا أحد يستطيع البرلمان مكون يعترف به المجتمع الدولي كله ولهذا لا أحمل المسؤولية إلا لأعضاء البرلمان سيد المودع ما رأيك في مطرحه للأستاذ شوقي يعني صحيح أنا ما كان للأستاذ شوقي البرلمان تقريبا هو الصمتة الشرعية الوحيدة وهذه وجهة نظري تأثر جدا من الضمان لكن البرلمان يظل هو المؤسسة الشرعية الوحيدة من البرلمان ولو أعضاء البرلمان قرروا أن يجتمعوا بأي زاوية في يمن بسيطة مقصرة في أي مكان لن يستطيع حدا أن يقفهم لأنهم سلطة الشرعية الوحيدة والذي كانوا من يستخدموا قرارات الستراتيسية ويكون لها على الأقل من الضحية القضرية ومن الضحية الأسراف الخارجية سيكون لها القوة القانونية الوحيدة أنه لأنه يستفاق الرياض وحيث قبلهم تقفر في الجوار وغيره هذا يجرد استفاقات سياسية لها أي خواة قانونية لكن البرلمان لو افترضها اجتمع لعضة الكافية بالعدد الكافي لفاد ويبدأ المسكس الخاص بها حيث لا يسمح لذلك تعديلات السورسية وبالتالي المسؤولية الأول والأخي هي على حافظ حظامي ويوجد حفظها وفعلها لذلك حافظها من أحيان المضايير لكن ضعية واضحية الآن أعتقد بأن الضضع أضع في كتير بعد فشلت السعودية وفشلت فحابة بسحب الخلق والأوليسي بعد القوة أعتقد حتى من كانت لا زال يعمل بعض الأعضاء الأشكال والأوليسي في السفقة الأوليسي سوف أذكر أن تمرنا من الانتحاب إلى المرنة سيد المودع هناك بعض الصوت لا يصل بشكل واضح سنحاول إعادة الاتصال والعودة إليك مجددا أعود إلى نقطة إليك سيد القاضي فيما يتعلق بدور البرلمان من ضمن البنود في الترتيبات السياسية والاقتصادية يتحدث عن تقديم تقرير دوري يتسم بالشفافية عن إيرادات الدولة ومصروفاتها للبرلمان للتقييم والمراقبة هل هذا كافي بالنسبة لكم؟ أخي الكريم أنا قلت لك أن البرلمان ليس هناك قوة تستطيع أن تغيبه سلطات البرلمان ومشروعية البرلمان فوق كل السلطات كما ذكر الأخ عبد الناصر هذه عبارة أتفق معه أنه المؤسسة الشرعية الوحيدة بغض النظر عن أنه تمدد أو هناك برلمانة تمددت مثله أكثر ما في مشكلة هنا البرلمان هو المؤسسة التي لا زالت هويتها مشروعيتها قائمة وبالتالي لا يستطيع أحد أن يغيبها لكن البرلمان نفسه هو يعرف أعضاء البرلمان يعرفون أن الظرف استثنائي ليس طبيعي وبالتالي أن يكون هناك بعض التجاوز هنا أو هناك ما هو نحن في حرب انهارت مؤسسات الدولة البرلمان يعمل في يعني ما يتعلق بمهمه واختصاصاته في الوضع الطبيعي الوضع الطبيعي أن تكون هناك دولة أن تكون مستقرة لكي يقوم بصلاحياته واختصاصاته من تشريع قوانين ومراقبة حكومة وإقرار موازنة وإعطاء ثقة وإلى غير ذلك الدولة هذه منهارة الآن لم تعد لازلت لازلنا في ظرف حرب وبالتالي أن البرلمان يعرف أن مثل هذه التجاوزات ليست مشكلة لديك لأن هناك دولة منهارة وبالتالي في موضوع كما ذكر الأخ عبد الناصر في موضوع أن يعيم فلان أو يكلف فلان نحن نتجاوز عن ذلك وقد وعدنا الحكومة لأن هناك تخوف كان هناك تخوف من الرئاسة والحكومة أنه إذا عاد البرلمان قد يمارس نوع من أنواع الرقابة الصارمة والشديدة التي ربما لا تتناسب مع ظروف المرحلة قلنا يا جماعة نحن نعرف أننا في حرب ونحن مخريطون في هذه الحرب ونحن مخريطون في هذا الظرف وبالتالي نتعاطى بمسؤولية ليس بمثالية ما ينبغي أن نفعل لا هذا ظرف وهذه استثناءات نتعاطى معها ولهذا ليست هناك مشكلة مطلقة في بعض القضايا إذا ما استطعنا أن نسحب البصاط عن كل المكونات التي يعني اتفاقية الرياضة لماذا رضي الكثير عنها ليس لأن بنودها كلها مرضية وليس كما ذكر الأخ عبد الناصر في أنها تبني دولة اتفق معه بأنها لا تسترد كما نريد لكن نحن لدينا أهداف الهدف الأول أن يسحب البصاط على الإمارات التي للأسف عطلت الموانئ وعطلت يعني ونهبت يعني ومزقت المجتمع وشاركت في اغتيالات وإلى غير ذلك وجود الإمارات مشكلة كبرى كيف نستطيع أن يسحب البصاط عنها يعني تردون بالحد الأدنى من تحقيق الأهداف إذا حققت اتفاقية الرياض سحب البصاط عن الإمارات والاستغناء عن خدماتها وألف شكر عن هذه الخدمات التي سيكتبها التاريخ خدمات الاغتيالات وخدمات تعطيل الموانئ وخدمات تعطيل المطارات وخدمات طرد الرئيس وخدمات القتل هذه الخدمات إذا قلنا للإمارات شكرا نستطيع نحن كيمنيين أن نصل إلى بعض الاتفاقات خاصة كما ذكرت في البداية إذا ضبطت شرعية أمورها وصرفت المرتبات من الوزارات اليمنية المعنية وقيل الإمارات ظاهرا وباطنا مع السلامة يعني سنصل إلى بعض الحلول طيب أنت تحدث عن أنه لا أحد يستطيع تهميش دور البرنامج باعتباره مؤسسة من مؤسسات الدولة لكن أسأل سيد عبد الناصر المودع هل بالفعل هناك الكثير من من يقولون أن البرلمان يغيب في نهاية المطاف أو يحاول هناك محاولات لتهميش دوره هل يحدث ذلك من خلال تحليلك أم لا سيد المودع يعني هادي والكثير من سلطته لا يريد أن أمارس البرلمان دوره الحقيقي لا يريد أي شكل من أشكال الرقابة وخاصة أنه من بعد الحرب تعود هادي والفريق الحاكم الذي هم عيانه وأسرته وبعض رجال الأعمال وعلي محسين أيضا وجماعته تعودوا بأنهم يحكموا بدون رقيب وبدون حسيب يتعاملوا مع المال العام والوظيفة العام ما وحك وكانها ملك خاص لهم وبالتالي لا يريد أي مؤسسات السورية تقف أمام تصرفاتهم والبرلمان هي المؤسسة الدستورية الوحيدة وأنا ليس مع ما ذكر الأخ شوقي بأنه نتجاوز عن فكرة أن يكون هناك حكومة وفقا للدستور يعني ما الفرق بين أن يسمى سلطة شرعية ويسمى سلطة متمردين سلطة شرعية أن تلتزم بالحد الأدنى بالبنود الأساسية يعني هو البند الأساسي أن يكون هناك حكومة يكلف أن يلتزم رئيس الدولة بالنص الذي يجبره بأن يكلف رئيس حكومة وبأن تذهب هذه الحكومة لتحصل على الشرعية من خلال البرلمان عندما يتصرف الرئيس وكأن الحكومة هذه ملك خاص به عندما يزعل من هذا الرئيس الوزراء ولا من ذاك يقوم يغيره في خمس دكايق بدون اعتبار خاصة وأنه في الأصل شرعيته هذا أنه رئيس سوافقي ما عنده شرعية انتخابية ورغم على ذلك بتصرفه كأنه ملك مطلق الصلاحيات ولا حد يقف أمامه وبالتحديد الحزاب الكبيرة وعضاء مجلس نواب وغيرهم لهذا أننا نتجاوز عن هذه الأخطاء الكبيرة هو هذا الذي أوصلنا إلى ما أوصلنا إليه عندما تجاوز الناس عن سلوك هادي وتصرفاته من 2012 أوصلنا إلى ما أوصلنا إليه دخل الحوثيين تآمر على الدولة خرب المؤسسات تجاوز كل الأعراف وهذه تتحمل مسؤوليتها الطبقة السياسية ومن سموا نفسهم ثوار وكلهم يتحملوا مسؤولية انهيار الدولة لأنهم سمحوا لهذاب أن يتجاوز لكن هل فرض ذلك الأمر على الرئيس هادي أم من قبل كما يقول كثيرون دول التحالف أم المسألة كانت بإرادة من حتى يتسنى له الأمر للاستئثار بالقرار بشكل أكبر هادي منذ الأساس ليس لديه لا مؤهلات ليكون رئيس توافقي كما عتاب موجبة المبادرة الخليجية ولا رئيس فعلي لهذا السبب هو منذ البداية يلجأ للعامل الخارجي لأنه ليس لديه لا قوى سياسية ولا كفاءة ولا شرعية ولهذا يلجأ إلى العامل الخارجي من 2012 كان يلجأ للأمم المتحدة والسفراء الغربيين من بعد 2015 للسعودية وتحديدا السعودية والدول التحالف وبالتالي هو عندما حتى يدعي بأنه مغلوب على أمره أصلا هو ما عنده سلطة ولا يمكن أن يكون لديه سلطة يعني هو كان الخطأ الأساسي منذ البداية لأنه شخص بهذه المناصفات لا يمتلك فنيا القدرة الكفاءة الكارزمة النشاط الإخلاص النزاهة كلهم لا يمتلكهم إضافة إلى ذلك لا يمتلك قوى سياسية ليس لديه حزب ليس لديه يعني مكون اجتماعي داعم ليس لديه يعني هو موافق على ما يحدث من الخارج من الضغوط التي تحدث على الخارج طبعا هو موافق لأنه ما عندهش أفضل لأنه أصلا هو بالنسبة له هذا المنصب أجاء أكثر من طموحه وحتى لو كان منصب يظل فقط هو أولاده يستفيد منه ويقول له فخامة الرئيس وأولاده ينهب المال العام على راحتهم ويعينوا صحابهم على راحتهم هذا بالنسبة له كفاية ويظل في داخل قصر في الرياضة لألفين سنة لهذا السبب هذا الشخص ليس لديه إحساس مسؤولية المنصب الذي أعطي له ولا يتحمل مسؤولية واحد بهذا هذا يريدها هكذا تحمل مسؤولية الحزاب وتحديد حزب الإصلاح والحزاب التي تعطيها الغطاء يعني أفهمينك سيد المودع أفهمينك أنه السفاد من الضغط الخارجي أو من العامل الخارجي في سياق تثبيت وضعه إلى أي مدى كانت الدول المجاورة المملكة العربية السعودية دول التحالف مستفيدة من هذا الوضع في مسألة نعود إلى نقطة البرلمان لربطها بالبرلمان في تعطيل أو تهميش دول البرلمان من عدمه أريد هذه النقطة منك يعني عندما نقول السعودية نحن نتكلم على بعد 2015 لكن قبلها بسبب هذه هو الذي ورط السعودية في هذه الحرب هذه هو الذي ورط اليمن في هذه الحرب عندما دخل الحوثين لا صنعها لكن من بعد 2015 أيضا السعودية لا تريد أيضا أي مؤسسات أو أي مؤسسات تحاول أن تحد من سلطاتها المطلقة أو من حالة الوصايا على اليمن لهذا هي أيضا تماهت مع هادي في هذا الوضع وتم تهميش البرلمان أو نقول لم يبدلوا الجهود الكافية لأنه في بعض الأحيان بدلوا زي ما ذكر الأخ شوقي بدلوا وحاولوا أن يجمعوا أكثر من مرة وفشلوا لأنه النصاب لم يكتمل وحتى أيضا سيئون وأنا أذكر أن أنا كنت مع الأخ شوقي وشككت في النصاب وقال لي لا أن النصاب كان مكتمل ولكن حتى الآن لازلت أشكك في النصاب الذي حدث في سيئون وبالتالي أيضا كان هناك حاجة سعودية العقد مؤتمر لا أكثر من سبب بما فيها السبب الذي ذكره الأخ شوقي ولهذا عقد البرلمان سنعود إلى هذا المقطع أو سنعود يعني عودنا إلى نقطة مسألة استخدام البرلمان لكن أنا ألاحظ أنه هنا سيد شوقي قد يقوم بتسجيل بعض الملاحظات فيما يتعلق بحديثك أود أن يعقب عليها في هذا السياق تفضلوا سيد شوقي شكرا جزيلا أنا اتفق مع الأخ سيد عبد الناصر كثيرا فيما يتعلق بضرورة التزام مؤسسة الشرعية ورئاستها والرئيس هادي بالتحديد ونائبه بالأسس في إدارة الدولة الممكنة واتفق معه تماما ومن ضمنها في موضوع رئيس الحكومة والثقة لأنه صار ممكنا أنا سأقول لك نقطة مهمة أخي الكريم أنه إلى إبريل 2019 عفوا إلى ديسمبر 2017 مقتر الرئيس علي عبد الله صالح ما كان البرلمان يستطيع أن يعقد لأنه سينعقده مشظى لن يمتلك نصاب مطلقا لأن هناك كتلة كبيرة تتبع الرئيس علي عبد الله صالح كانت منضمة مع الحوثيين وبالتالي ما ليس هناك استطاع بعد ديسمبر بعد مقتل الرئيس علي عبد الله صالح على يد الحوثيين ديسمبر 2017 استطاع كثير من نواب المؤتمر الشعبي العام عن الخروق وانضموا إلى الشرعية وبالتالي امتلك النصاب وانا أريد أن أطمي الله عبد الناصر بأن النصاب موجود هو فقط لا غير قدرة بعض النواب وهذا ليس سرا يعني قدرة بعض النواب على حضور أمام الكاميرات لبعض الارتباطات في صنعه أملاك وأسر وإلى غير ذلك هناك نواب لأنه أريد أن أننبه النواب الآن الذين هم مع الحوثيين لا يزيدون على 15% فقط من أصل 15% يعني يمكن 45 من 300 إجمالا مع المتوفين معي قارب 40 رحمة الله يعني لا يزيدوا على 35 على 15% مطلقا هناك ما يقارب 10% يعني عندنا من 25 من 20 إلى 30 نائب ما استطاعوا أن يضموا هنا وهناك الذي عاش في دولة لا أحد يعرف لا يتوصل إلا بطريقة سرية مع هنا وهناك لكنه ليس محسوب لا على الحوثيين وليس محسوب على الشرعية الشرعية تمتلك أكثر من 70% من النواب يعني لدى الشرعية ما لا يقل عن 200 نائب لو أرادت أن تفعل دورها لكن للأسف هناك نواب جاهزون على سبيل المثال عندما دعي النواب في أغسطس 2017 ظلنا ثلاثة أشهر في فندق يعني للأسف نأكل ونشرب وننام منتظر لقاء واحد أو نرتب وضعنا طيب الآن هل سينعقد بعد هذه يعني بعد تفاق الرياض أخي الكريم بعد إبريل 2019 بعد اجتماع سيئون المجلس الآن قادر أن ينعقد والمجلس الآن قادر أن يفرض أجندته بعد أن صارت هناك هيئة رئاسة جديدة وهيئة الرئاسة بصراحة هيئة يمكن أن تكون فاعلة يمكن أن تقود المجلس لو أرادت هيئة الرئاسة لو أرادت مكونة من أربع نواب نحترموا ونحمل لهم كلهم ونثقوا بهم تحركات رئيس الهيئة هل تمثل البرلمان؟ فيما يتعلق باللقاءات السفارات والقهات وتصبوا في مصلحة الشرعية والبرلمان متى سينعقد؟ لا أستطيع أن أقول متى السؤال يوجه إلى هيئة الرئاسة وأما نحن كنواب جاهزون أقصد هل من أخبار حول ذلك؟ نعم فيه هنا أرجو أرجو أن لا يحسب علي أنا هناك خبار بأن هيئة الرئاسة كل كلفت من يبحث عن مقرات في المحافظات في عدن بالتعديد لأمانتها العامة لكن للأسف يا أخي الكريم وهذه شيء مؤسف نحن بعد سيئون مباشرة التقينا كنواب تقريبا التقينا ما يقارب مئة نائب في قلسة خاصة بعد اجتماعات سيئون وأقرينا أن يبدأ المجلس بتشكيل الليجان لماذا إلى الآن لم تشكل الليجان؟ هذه مشكلة تتحملها هيئة رئاسة المجلس ما رأيك بهذا الكلام سيد المودع؟ أولا أنا أتمنى أن هناك مئتين نائب جاهزين ومستعدين أن يحضروا أي اجتماع لمجلس النواب لأن هذا يعطي بصيص أمل أنه في معانا برلمان لأنه كما ذكرت لك البرلمان يظل هو المؤسس الشرعي الوحيدة والذي هي أيضا القادرة على أن تخلق واقع قانوني في داخل اليمن يفرض على العالم أن يقبل به أي كان هذا العالم لكن ما أعرفه أنه حتى الشمع سيئون عندما قال الأخ شوقي بأن البعض خايف أنه يظهر أمام الكاميرا لأنه خايف من الحوتين الحوتين يا أخي العزيز لديهم من سيأتيهم بأسماء من حضروا أكثر من طرف يعطيهم هذه الأسماء وبالتالي أنا لا زلت أشكك بأن هذا الرقم حقيقي لأنه نتمنى أنا أتمنى وأتمنى أيضا أن هؤلاء يوجدوا لهم مكان آمن عدا لن تكون مدينة آمنة لأنه عدا ما لم يتم هزيمة الانفصاليين فيها لا أعتقد بأنها مكان آمن لعقد البرلمان لأن الكثير من النواب لن يأمنوا بأن يذهبوا إلى عدن نريد أي مكان في داخل اليمن يكون آمن ويوفر للنواب مكان ليتصرفوا فيه بحرية لأنه مهم جدا أن يكون هناك برلمان أن يعقد هذا البرلمان أن يكون أيضا انعقاد مش فقط انعقاد سفري أن يكون انعقاد دائما وأن يظل النواب وأن يناقش القبايا الرئيسية لأنه مادم إحنا لدينا هذه المؤسسة الوحيدة الشرعية نستطيع أن ينبثك منها شرعيات أخرى شرعية رئاسة لأنه إحنا محاجة الآن إلى شرعية رئاسة وهذا أمر مهم جدا من هو حريص عن اليمن عليها أن يبحث عن شرعية حقيقية عن شرعية رئاسية ومجلس النواب هو الوحيد الذي يقدر أن تنبثك من هذه الشرعية لأنه ظل نتحجج بأننا نحن تحت البند السابع البند السابع هذا كلام فاضي البند السابع هو يتعلق بقضايا هامشية قضية العرقلة ما يسمى التسوية السياسية وفرض عقوبات هذا ما يتعلق بالبند السابع ليس هناك البند السابع الذي يفرض على اليمن الوصاية الكاملة وإن كان من المسارب أن يدعو الرئيس هذا لأن يجتمع البرلمان في مدينة وهو سيناقش ربما إجراءات تقيد سلطاته على كل حال أشكرك لاحظة لحظة من الناحية السورية لا من صلاحية هذه البرلمان ينعكد من تلك نفسه في العاصمة لكن أظن في خارج العاصمة يحتاج الأمر لدعوة من الرئيس هذا على كل حال سأسأل سيد شوقي القضاء حول هذه النقطة أشكرك أشكرك جزيلا سيد عبد الناصر المودع المحلل السياسي كنت معنا عبد الهاتف من عمان حول هذه النقطة وأيضا حول مستقبل الاتفاق اتفاق رياض ودور البرلمان تفضلوا سيد شوقي أخي الكريم بالنسبة للمجلس يستطيع أن ينعقد أو لا يستطيع المجلس لو أنه لحمة واحدة أنا أتحدث عن نواب الذين هم مع الشرعية وأنا هنا أجزم بأنه لا يقل عن لا يقل عن سبعين في المئة يعني إذا استثرينا خمسة عشر في المئة مع الحوذيين عشر في المئة يعني مغيبين أنفسهم والمتوفين أربعين رحمة الله عليهم تقريبا لا يقل لا يقل عن مئتين لكن للأسف إلى الآن لازلت لحمة هؤلاء النواب لازلت تعاني من كثير من الإشكالات ولهذا لماذا أنا حملت كذا بوضوح حملت المؤتمر الشعبي العام والتقمع لي من الإصلاح مسؤولية التحام المجلس وقيامه بواجباته ولهذا يستطيع أن ينعقد حتى لو لم يشاء زيد أو عمر هناك لوائح أو ترتب وتنظم لكنها لا يستطيع أحداً يغيبني مئة في المئة يعني إذا رفض شخص ما الرئيس أو غيره لا يمكن مطلقاً أن يقول أحد بهذا لكن المجلس نفسه كما يقال عدو نفسه المجلس نفسه عدو نفسه هو الذي عطل نفسه في البداية أنا قلت إلى ديسمبر 2017 كان طبيعي أن يبقى مغيب لأنه لو انعقد لدينا عدد كبير في صنعه يعني متحالفين مع الحوثي لكن بعد مقتل الرئيس علي عبد الله صالح استطاع كثير من نواب المؤتمر الشعبي العام أن يلتحقوا بالشرعية وموجودون جاهزون في نقطة مهمة إذا ظل هذا الأداء السلبي للشرعية فيما يتعلق مجلس النواب وظل هذا الأداء السيء لهيئة رئاسة المجلس نخشى من بعض النواب ما يستطيع أن يتحملوا البقاء خارج اليمن أن يعود بعضهم إلى مناطق سيضطرة في الحوثي على أمل أن تصل هذه الرسائل إلى من يجب عليه الاهتمام بها شكرا جزيلا لك سيد شوقي القضاء عضو مجلس النواب كنت معنا في هذه الحلقة وشاكل لك تكبد العناء في ذلك وأنا أعلم أنك مريض قليلا فيما يتعلم شوية سعالة أجل رعا في بإذن الله الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والإنصاد في ختم هذه الحلقة تقبل تحياتي وتحيات رقمي العمل الثاني والتحريري إلى اليوم